السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الفيديو الجديد اليوم سوف نرى مع بعدياتنا طريقة عمل درس براندا درس بسيط ولكن في نفس الوقت هو مناسب خصيصا القفاطن لان الحجم نوعا ما كبير فالقفاطن يجي اكتر روعة من جلالب ولكن طبعا تقدروا تدير واحدة في الجلالبه على العموم كل واحد والنظرية كل يبغي الدرس يكون كبير كل يبغي الدرس يكون الحجم دياله صغير فالمهم اول حاجة غادي نديروها وهي نتبتو الخيط في التوب ومن بعد مشيت اخدمت ربعة ديال الغرزات وغادي نزيد هذه الغرزة الخامسة طبيعة الحال خمسة ديال غرازي على التوب الخيط الفوق لاحظوا معي الاتجاه ديال الخيط والان كنبعد واحد المسافة نوع من الافضل تكون مسافة نوعا ما كبيرة لان الخدمة اللي غادي نخدموها تحتاج مسافة اكبر فدرت دابة هاد الغرزة على التوب ودرت هاد نصف دائرة وغادي نرجع لهاد المكان هاده هاد الغرزة هاده اللي هي الاخيرة فغادي نعاود نرجع ندير واحد دريبة هنية باش تعطيني نصف قوس كيف ما كتشوفوا معي على هاد الشكل هاده على العموم غادي نخلي الخيط الفوق ونعاود نرجع ندخل الابرة اسفل هادوك الجوج ديال الاقواس اللي يالله هدرنا ايوم دابة وندير غرزة والان ارجعت الخيط التحت وغندخل اسفل هاد الغرزة اللي يالله هدرت ونلوي الخيط على الابرة جوج ديال المرات باش تعطيني الدرس ديال الواحد فغادي نتبت هاد الدرس ديالي مزيان ونرجع فيه بغرزة لاحظوا معاي تترجع في المنتصف ولا في الوسط دياله وتتديري هاد الغرزة ودابة غدا ترجعي اسفل هادوك جوج ديال الاقواس وتديري غرزة واحدة اخرى وتعاودي تدخل الابرة تحت من هادك الغرزة وتلوي الابرة على الخيط جوج ديال المرات باش تعطينا الدرس ديال الواحد فزدنا غرزة واحدة اخرى ودابة غدا نرجع ونكمل بنفس الطريقة فلاحظوا معاي مزيان درت غرزة على هادوك الاقواس وغادي نرجع فيها ولوي الخيط جوج ديال المرات ونجر الابرة بهذا الطريقة هادي باش تعطيني هاد الدرس ونعود نرجع في نفس المكان وندير غرزة واحدة اخرى الخيط الفوق وتترجعي تديري غرزة اسفل هادوك الجوج ديال الاقواس وترجعي مرة اخرى تلوي الخيط جوج ديال المرات باش تديري الدرس ديال الواحد موين بالنسبة للناس اللي عارفين درس ديال الواحد فاره ساهل يعني هو من اول الدروس اللي كانت تعلموها في الراندة قبل من قبل من وصلوا للقوزة وهدك شي اللي كيكون يعني نوعا ما معقد الدرس ديال الواحد ساهل وبسيط ومن اول دروس اللي خاص اي يمو بتدي اتعلمو فلاحظوا معايا مزيان لان انا كملت هادو الدرس ديال الواحد وغدينرجع ندير غرزة على توب وغدينحسب معاكم طبيعة الحال الحال درنا من درس فركزوا معايا مزيان فهنايا عندي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وتسعة هنا انا زربت شوية لان هاد الفيديو جا طويل بزاف وانا ما كان بغيش نخدم على الفيديو هاد طوال على العموم اه كان حاول ان نسرع شوية في الخدمة غير رحاولوا انكم تتبعوا معايا ولا ديروا وخدموا الفيديو ببطء ديروا الفيديو ببطء وغادي بقا غادي معاكم دقة دقة فهنا غادي نديروا الغرازي يعني التوب كفاصل ما بين الدرس الأول والدرس الثاني هنا حاولوا انكم ما تديروش هاد الفاصل هادا حتى تكملوا الدرس اللولاني علاش حيتيش غايشيت لكم الخير وما غا تلقوش كيفاش تدفنوه في وسط التوب فمجرد ما تكملي الدرس اللول خدمي غيرش خمسة الغرازي وحبسي المهم انا هنايا درت لاحظوا معايا مزيان واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمية ثود عشرة درت عشرة دي الغرازي على التوب وخدمت هاد القوس هادا المهم انا غير حسبته من بعيد اه كنتمنى ان كل شي يكون واضح فغدت رجعي وديري قوس اخر نفس الخدمة نفس الطريقة كيف ما قلت ليكم حاولوا انكم هاد العشرة دي الغرازي اللي انا خدمت على التوب خدموا غير خمسة وحبسوا حتى تكملوا الدرس ديالكم كامل عاد رجعوا اه ديروا درس جديد علاش لان الخيط غادي تقادى ليكم وما غتلقوش كيفاش تدفنوا فوس التوب هاداك الشي علاش حاولوا انكم تمشيوا غير دقة دقة عليكم باش ما تتبرزطوش مع الخيوط اه على العموم نفس الطريقة غادين بقاو غادين بالدرس ديال الواحد حتى نديروا تسعة ديال دروسة كيف مدرنا في هادي فالان كذلك غادين ديروا السرعة وغادين تجاوزوا هاد المرحلة هادي فلاحظوا معي مزيان نفس الشكل وخاهد الحرير هادا مجيش زوين اه جا نوعا ما فيه بحل اللمعان اللي ما خلاش تصوير جي مزيان ولكن كنتمنى كل شي يفهم الشرح بسهولة على العموم غدا ترجعي في هاديك ما بالغرزة اللولة والتانية اللي درناهم على التوب يعني اول احنا كنحسبوها اول ووحدة وكتبتي في ها الخيط مرة اخرى وتمشي للتانية لاحظوا معايا مزيان وتعاودي تبتي كذلك الخيط نديري غرزة باش تعتك هاد الغرزة هادي والان غادين نرجع فيها لاحظوا معايا كنرجعو فيها وتنديرو غريزة ودا بغى نخلي الخيط لفوق ونرجع فيها كذلك فهذ الغرزة هادين عاود نرجع فها وغادين تبتي الخيط مزيان ودا بغى نخلي الخيط لفوق ونرجع نخدم في اول درس ديالي واحد اول درس كدرتو native of uh, paddy ذاتوا كثيرا فدخلت البرamous دياليrel في اول درس ديالي واحد اللي خدمناه ونجر الخيط مزيان ونخلي واحد الفاصل ما بين هديك الخدمة اللي الله درناها ما بين هديك الغرازي وما بين الدرس دي الواحد خلي واحد الفاصل يكون بسيط غير باش نخدمه تحت منه فغادي نرجع أسفل هد الخيط ولهد الفاصل وغادي نخدم جوج دي الغرزات فدرت الآن الغرزة اللولة ونرجع نخلي الخيطة على هد الشكل هذا ونرجع أسفل كما قلت لكم أسفل هد الفاصل ونضيرو الغرزة التانية كذلك نخلي رجعو الخيط اللور وغادي نحاول ندخل في هد الغرزة هدي بهذا الطريقة فالآن تكونت معايا غرزة وغادي نخلي الخيط في الاتجاه العلوي ونعاود نرجع في هديك الغرزة مرة أخرى وغادي نعاود نرجع فيها لاحظوا معايا مزيان فغادي نعاود أموم هنا حاولوا أنكم تحسبوش حالما مرة كنخدم دائما كيبقى الخيطة جهة الدرس يعني كتبقى غادي خدامة كتمشي وحد جوج ديال المرات حتى كتوصلي لهذا المستوى هذا اللي هو أنك تديري هاد الغرزة وتيبقى لك الخيط في الجهة ديال الدرس ماشي الخيط عكس الدرس هناك تحبسي وترجعي تخدمي في الدرس ديال الواحد فلاحظوا معايا مزيان درنا كذلك فاصل آخر ومو ما نسميته فاصل باش نبقىوا عاقلين لي فهذا الخيط هادا كان نخدم تحت منه جوج ديال المرات أو جوج ديال الغرزات وكان رجع نمشي لهذا الغرزة اللي تكونات عندي نبدأوا من هنا نحسبوا نقولوا واحد ونعاودوا نرجعوا فيها ونقولوا جوج غير باش نسهلوا الخدمة ونعاود نرجع فيها مرة أخرى هذه ثلاثة ونعاود نرجع فيها للمرة الرابعة يعني كتمشي وترجعي ربعا ديال المرات دائما كما قد لكم عينك ميزانك الخيط خستو يكون لتحت يكون دائما الخيط جهة الدرس فتدخلي لبراف هديك الدرس ديال الواحد وكتديري واحد الفاصل قصير اللي غاد نخدمه تحت منه جوج ديال الغرازي رجع الخيط بهاد الاتجاه لتحت ونرجع ندخل أسفل هد الخيط ولأسفل هد الفاصل وندير جوج ديال الغرازي مهم كنتمنى أن الخدمة تكون واضحة لأنها سهلة جدا وحاك تشد نوعا ما شوية ديالليد يعني اللي كتبت خدميه ولكن في النهاية المنظر كيف قزوين فالمنظر تستاهل أن الواحد يشد ليد ماشي إشكال على العموم كتخدمي كذلك ربعا ديال الدقات ولا ربعا ديال كتش مشي وترجعي ربعات المرات هذه هي الرابعة موما نهنا ما كنحسبش علاش لأنني غير عارفة بلي غير مشي ونرجع حتي واللي عندي الخيط في هد الجيهة ديال الدرس وتمايا غاد نمشي نيشان وندخل في الدرس ديال الواحد وندير هد الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا الآن ودابا غاد نتكملوا الخطيمة ديالكم حتى تخدموا هدوك تسعا ديال موهم هنا واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية أنا أخدم تمانية وحبست علاش بغيت نخدم معاكم تاسعة تاسعة فيها نوعا ما بعض التغييرات حيث نخدم فيها وفي نفس الوقت نخدم في التوب ولا في هدوك الغرازي اللي على التوب على العموم درنا هدوك ربعات الدقات اللي اتافقنا عليهم ورجعنا ادخلنا في الدرس ديال الواحد ودابا غاد نرجع اسفل هد الخيط هادا وندير جوج ديال الغرازي هادي اللولا وهادي التانية هنا الخيط قربت قادلية وكنحاول نوصل للتوب ما بغيتوش يحبس ليه في هاد المرحلة هادي ودابا غا نرجع نخدم الدقة اللولا ولا الغرزة اللولا فهادي واحد وغادي نعاود نرجع فيها باش ندير التانية هنا ركزوا معايا مزيان هادي الدربة التانية ولا الغرزة التانية ودابا غا نمشي نيشان لهادوك الغرازي اللي درنا فوق التوب فكتجاوزي اللولا وكتمشي الهاد التانية ركزوا معايا كتمشي للتانية وتديري فيها غرزة حاولوا انكم تجمعوها مع الدرس وغادي نرجع في هادوك في هاد الغرازي اللي الفوق فغا ندير هادي الغرزة تالتة اللي اتافقنا عليها وكالعادة هنا الغرزة الرابعة غا جينا لتحت غا نخدموه هنا في هاد في هاد البلاسة هادية رقم ثلاثة لان اللولا جاوزناها والتانية خدمنا فيها والتالتة كذلك غا نخدموه فيها فهدي هي التالتة وده بغا نحاول نمشي باش نوصل للدرس التاني فهدي الرابعة هادا رابع فراغ كنخدموه فيه هادا موهي هنراني بدلت الخيط غير زربت فهدي الخامس وده بغا نمشي كذلك نخدموه في السادس هاد الغرزة السادسة هادي والان لاحظوا معي مزيان من بعد ما خدمنا في الغرزة السادسة بقاولينا هادوك الجوج غادي نزيد نخدم في الغرزة السابعة يعني باختصار كتبقى غادي أخذ دامحة كتبقى لك غرزة وحدة وكتبقى لك غرزة وحدة وكتبقى تراجعي في هادي على العموم هادي الغرزة اللولا وغادي نرجع فيها باش تعطيني التانية والان مباشرة كنخلي الخيط الفوق ونرجع نهبط نخدم في هاد الدرس ديال الواحد نفس الطريقة اللي درنا في اللول غادي نعاود نديروها في الثاني هاد شي علاش غادي نطر أنا نزير بمرة أخرى وغادي نجاوز هاد المرحلة هادي فالان من بعد ما درنا الفاصل تنديرو جوج ديال الغرازي ونرجع نخدم في هادوك الغرزات اللولين كتديري الربعاء وتكملي على العموم الآن غادي نمشي غادي ناخد خيطة ولا لون آخر باش ندير واحد دريس صغير الفوق هنا انتو ما عندكم حرية الاختيار اللي بغا تدير درس ديال الواحد كيف ما درناه في البداية ممكن أنها تديرو واللي بغا تدير بحال هاد درس اللي غا ندير أنا دابا ممكن أنها تديرو يعني هادوك الشي ديال الزواق اللي كيبقى من الفوق كيبقى اختياري كيبقى عدة أنواع وانتو ما اختاروا اللي عجبكم يعني كلها سيدة وشنو تعجبها وشنو هي مو الأمو الفتاة دير فأنا كيعجبني هذا وكيجيني سهل فهو اللي غادي نخدمه معاكم الآن غادي ندير درة الغرزة اللولة في التوب والغرزة الثانية في أول غرزة هنا ما غا تزق لوال وغا تبقى وغا تبقى وغا دين كل غرزة تضربوا فيها ضربة فغادي نرجع نحبك على هادو على هادو لاحظوا معايا عدي الخيط في الاتجاه السفلي درت الحبكة اللولة وهذه الحبكة الثانية ونرجع الخيط التحت اتجاه دير الخيط هو اللي كبير اللي نوش عندك حبكة ولا عندك غرزة فالآن انا عندي حبكة هادك شي علاش رجعت الخيط التحت باش تعطيني ثلاثة ديال الحبكات انا هنا درت ثلاثة ممكن انكم تديروا ربعايا لو بغايتوا الحجم ديالو يجي كبير الخيط مبروم على ثلاثة ديال الشعرات الآن رجعت الخيط الفوق علاش باش ندير غرزة فغادي نرجع في هاد الغرازي هادو اللي بهاد اللون وغادي ندير فيهم غرزة وكذلك مرة اخرى نهبط الخيط التحت باش يعطيني حبكة ونرجع ندخل في هاد الغرزة ونجر الخيط هادي الحبكة اللولة ونعود نرجع في نفس المكان وندير الحبكة التانية ونعود نرجع كذلك في نفس المكان وندير الحبكة تالتة على العموم نمشي للغرزة اللي منموا راها هنا كما قلت لكم ما كتزق لوالو كل غرزة كد تخدموا فيها فيما توصلوا الواحد الغرزة ديروا فيها غرزة حتى انتموا لانه نوعا ما كن بعد الدروسة اللي كان بقى وغيرك لنخدموا عيننا ميزاننا هادي اللي هادي ما فيهاش عينك ميزانك هادي فيها كل شي مضبوط هاد الدرس هادا فيه كل شي مضبوط فحتى يعني بالارقام بكل شي على العموم كنديروا الحبكة اللولة ونرجعوا نديروا الحبكة تانية وكذلك الحبكة التالتة ونرجع في هادا في الدرس هادا الحاشية هادي وندير غرزة والان نعاودو نحبكو ثلاثة ديال الحبكات على هادا الغرزة هادي المهم انتو ما غادين تستمروا بنفس الطريقة حتى توصلوا لنهاية ديال هادا الدرس وتبدأوا بطبيعة الحال ديروا نفسه في الدرس اللي جاي وتبقاوا غادين حتى تكملوا الخديمة ديالكم كنتمنى ان هاد الدرس هادا هنا لإعجاب ديالكم وسمحوا لي على التعطال عندي بزاف ديال الخدام اللي ناوي أنا ننصورهم ولكن ضيق ديال الوقت وكذلك ما تنسوش القناة ديال كروشي حتى هي يعني كنحاول أنا ننفرق الوقت ما بين هادي وما بين الأخرى فكنعتذر منكم على التأخير وعلى الغياب ولي كتبغي الكروشي رابط ديال قاناة ديال كروشي غتلقوا أسفل هاد الفيديو في صندوق الوصفة شكرا على المشاهدة وشكرا لدعم ديالكم التعالق ديالكم زوينين وسمحوا لي على التعطال وعلى الطول الغياب اللي تنغيب المهم شكرا لكم كاملين شكرا لدعم ديالكم الدعم ديالكم هو أهم أهم حاجة في هاد المجال هادا شكرا على المشاهدة اشتركوا في القناة